أرى أيها الإخوة أن نقتصد حين نعتقد وأن نستدل وأن نرجو لله الوقار وأن نتخيه حق تقوى وأن تكون أولوياتنا توحيد الأمة لا تمزيق الأمة وأن يتحمل كل شطره من المسؤولية الشيعي يتحمل، الزيد يتحمل، السن يتحمل كل واحد لسنا مبرأين كسنة ليس مبرأين أيضاً كشيعة زيدية أو شيعة إيثن عشرية على العلماء ألا يكونوا مسيّسين على العلماء ألا يخدموا الأجندات السياسية أنا أقول لكم ما يجري كله في حقيقته ألاعيب سخيفة سياسية يراد تديين المسائل وتديين هذا الصراع تعرفوا لماذا؟ لكي تخفى الحقيقة السياسية له لكي يخفى الوجه السياسي ثم يمعنونهم في النكاية بالأمة والتألّب مع أعدائها عليها هؤلاء الحكام الظلمة الفسق والعياذ بالله هم الذين يدفعون هؤلاء العلماء والمؤسسات ويدفعون لهم ويدفعونهم ينبغي أن يكون الله أعظم في أنفسنا من هؤلاء ومما يدفعون ومما يرهبون أيضاً من ترغيبهم وترهيبهم المسألة سياسية ليست دينية وديل على هذا وأختم به أن شيعة العراق منهم من يلعن نصر الله وشيعة لبنان وشيعة لبنان منهم مليان عن بعض شيعة العراق وشيعة إيران يلعنون شيعة العراق أو شطرهم وشيعة العراق يلعنون شيعة إيران كلهم طبعاً يقرأ الذي يتابع بعض الناس السلدة يظون أن الشيعة شيء واحد لا 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 الشيعة بينهم انقسامات الاثنى عشرية انقسامات رهيبة يلعن بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم بعضاً ويزندق بعضهم بعضاً وأنا أقول لكم هم شيعة بنفس المبادئ ونفس العقائد ما الذي فرقهم؟ السياسة سياسة العيب سياسية هذه السياسة هي التي أيضاً تلعب على الصراع بين السنئي والشيعة كلها سياسة طبعاً أنا هنا حتى أكون واضحاً أيضاً لا أدافع عن إيران ولا أبرئ صحيفة إيران وأعلم أن الإيران سياسة وأن لها أطماعاً وأن لها خضطاً على كل حل ولكن ما ينبغي أن نحيل ذلك إلى دين أيها الإخوة ما ينبغي أن نحيل ذلك إلى دين علينا أن ندعه للساسة يمارسون فيه ألاعيب السياسة عليك كذلك؟ نحن كعلماء الدين علينا أن نؤكد وحدة الأمة لماذا؟ لأن الاستعمار أيها الإخوة وفي الداخل والخارج لا يريد إلا أن تحترب هذه الأمة ليصف له تقسيم هذه الأمة بعد ذلك سماحاً وضعاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر